مجموعات خبراء التقنية اشتركوا في القناة اصبح ايش اصبح فيه امور مدفوعة لكن ممكن نستخدمه او نستخدم على الاقل معظمة بشكل مجاني لكن بشرط مشاهدة بعض الاعلانات لذلك فلا نستطيع استخدام النسخة المجانية منه الا بوجود اتصال عبر الانترنت حتى نضطر لمشاهدة بعض الاعلانات اللي يفرضها علينا التطبيق ولكن الموضوع جدا بسيط ركزوا معي ان شاء الله في هذا الشرح الشرح جدا بسيط ان شاء الله رح نتعرف على اولا واجهة التطبيق وبعض الامور الخاصة فيه الامر الثاني كيفية انشاء مشروع بشكل جدا بسيط نضيف المقطع وبعدين نضيف عليه الخلفية وبعدين كيف ننزل صوت الخلفية حتى يكون صوت الخلفية متلائم مع صوت المقطع والامر الثالث كيف نضيف صدع على المقطع في حال رغبنا في ذلك والامر الرابع كيف نصدر هذه الملفات ونشاركها عبر البرامج والتطبيقات المختلفة اذا كونوا معنا الموضوع جدا بسيط هذا اسم التطبيق لان هناك تطبيقات كثيرة بهذا الاسم هذا اسم مطور التطبيق التطبيق حجمه 62 ميجا بايت طيب نفتح التطبيق من هنا طبعا انا الان متصل بالانترنت راح يجيني اعلان طيب هو الان الحالة خلاص الان فتح لنا التطبيق اول شي موجود عندنا في التطبيق هذه الايقونة للاشتراكات والشراء وهنا للاعدادات الاعدادات ما فيها شي مهم يمكن اللغة مثلا اللغة العربية عندنا من الامور المهمة الكشف التلقائي عن لوحة اللسق غير مفعل الكشف التلقائي عن لوحة اللسق من الافضل ان نحطها غير مفاعل حتى ما يلخبط علينا لما ننسخ له ايضا اي مقطع طبعا بالمناسبة هذا التطبيق هو التطبيق في ظني الوحيد السهل اللي من خلاله نستطيع ان نصنع نغمة ونضيفها للنغمات نغمة من خارج يعني النغمات الموجودة وسبق وشرحت هذه الخاصية عبر قناتي الشخصية نعود الى واجهة التطبيق الرئيسية عندنا الضبط وخلصنا منه طبعا هذه الان المقاطع المقاطع كيف نصدرها للتطبيق بشكل طبيعي جدا لما نكون على الواتس لما نكون على ادارة الملفات اي تطبيق اخر نضغط مشاركة او اذا كان بالانجليزي مثلا اوبن ان او شير ونختار كوبي تو ايش اوديو ايديتر او فتح فيه مثلا اوديو ايديتر او نسخ الى اوديو ايديتر كلها تؤدي الى هذا التطبيق طبعا عندنا هذه المقاطع مقاطع مصدر للتطبيق مسبقا كل مقطع جنبه ايش جنبه المزيد مور مور هذه فيها خيارات كثيرة جدا لن نتطرق لها هنا ابدا من ضمن هذه الخيارات ميزات جبارة جدا من ضمنها الغاء الضوضاء من ضمنها تحسين الصوت من ضمنها ايضا انواع من الصدى من ضمنها فصل الصوت عن الموسيقى اذا كان عندنا مثلا عمل فني يحتوي على موسيقى وامور كثيرة جدا نسخ تعديل لسق قص امور كثيرة جدا لكن انا يهمني في هذا الشرح عمل عمل بصدى وايضا اضافة الخلفية على هذا الصدى بكل بساطة طبعا كل مقطع جنبه ايش مور مور اللي هو المزيد المقطع ممكن اننا نقف عليه هو نطلع باصبع واحد يقول لنا حذف تنشيط او تنشيط لتشغيل المقطع طيب طبعا يتبقى لدينا اي قونتين للتطبيق في نهاية التطبيق على الاسفل ادت واد اد طبعا اكيد في الاصدار 14 راح يعطينا توضيح باللغة العربية في المزايا الموجودة في ايو اس 14 راح يقول لنا يقرب لنا مثلا احتمال تشغيل احتمال اضافة الى اخره اد هنا للاضافة وادد للتعديل ادد ان شاء الله بيكون عليها شغلنا كله لكن الان نبدأ باد اد يعني نستورد يعني بدل ما نصدر مقطع مثلا مثل ما ذكرنا سابقا لا استيراد نضغط عليها نشوف استيراد قل لك هنا استخراج الصوت من الفيديو استيراد من البوم الكاميرا بحيث انه لما تختار فيديو معين يحول الى صوت سجل هنا للتسجيل الصوتي نص الى صوت نص الى صوت لا يدعم اللغة العربية حتى الان رفع الملف من الحاسوب من الكمبيوتر استيراد من اتل ميوزك ابل ميوزك استيراد من ملف استيراد من ملف راح يدخلنا على الملفات استيراد من الحافظة الحافظة لما ننسخ في الملفات القابلة للنسخ واللصق راح نلسق من هنا استيراد من سجل لما نقول سجل طبعا عنده تسجل صوت قوي وجميل جدا نشوف هنا بداية التسجيل لما نضغط علىه يبدأ يسجل بعدين بيقول لنا إيش نسجل هنا خلاص انت لما ننهي التسجيل بالشكل هذا بعدين نضغط فاعل ويصير عندنا مقطع صوتي بالشكل هذا رح يطلع عندنا مقطع صوتي باسم ريكوردر لما نضغط عليه رح يشتغل خلاص انت لما ننهي بالشكل هذا نستطيع أن نسجل طيب الآن طيب الآن نروح للأيقونة الأخيرة والمهمة آخر شيء موجود عندنا في تطبيق عندنا تعديل هنا هذه edit هي اللي بنشتغل عليها في هذا الاستعراض لما نضغط عليها بيقول لنا إنشاء مشروع هذا المشروع يحتوي على إيش؟ يحتوي على مقطع صوتي مثلا قصيدة ويحتوي على مثلا الخلفية نستطيع أن نضيف لهذا المشروع أكثر من مقطع غالبا نضيف عليه مقطعين مقطع يكون خلفية ومقطع يكون المقطع الأساسي مثلا أنشودة أو قصيدة أو شرح أو إلى آخره من خلال هذا المشروع نستطيع أن نتحكم في الصوت مثلا نق الصوت الخلفية نزيد الصدى في المقطع وهكذا إذن كل شغلنا بيكون على على هذه الأيقونة فقط طيب نبدأ الآن معكم طبعا راح نبدأ الآن ونتعرف بشكل مبسط على طريقة عمل مقطع مع خلفية موسيقية مثلا أو صوتية وبعدين راح نتعرف على إضافة الصدى وبعدين راح نطبق تطبيق عملي سريع جدا حتى ما نطيل هذا الاستعراض طيب إذن ضغطنا لو عندنا مشروع سابق ممكن ندخل نعدل عليه يعني ندخل مثلا نزيد فيه الصدى ندخل مثلا نزيد مثلا مقطع ثالث له يعني نستطيع نتحكم فيه تحكم كامل لكن احنا الآن نختار مشروع جديد طبعا لما يقول لنا واحد سمعي يعني هذا المشروع ما فيه إلا مقطع واحد يعني دخلنا عبر هذا المشروع واخترنا مقطع واحد وعدلنا فيه لكن مقطع واحد فقط ممتاز كلها هنا من مقطع مقطع مع ملاحظة طبعا إذا كان العمل هذا لأول مرة يعني إذا كان أول عمل لنا في التطبيق ما راح نلقى كلمة جديد لأن ما فيه مشاريع سابقة راح على طول نجد عنوين المقاطع المصدرة للتطبيق سواء المصدرة أو المستوردة فنختار منها مباشرة لكن في المرات القادمة راح نلاقي إيش جديد لأن هناك مشاريع سابقة موجودة بعد جديد ففي كل مرة طبعا أكيد نختار جديد عدا المرة الأولى مباشرة نختار المقاطع نختار الآن جديد إذن هذا الآن مشروع جديد الآن بيقولنا اختر إيش تبغى داخل هذا المشروع كم تبغى مقطع اختر عنوان طيب أنا بختار لكم الآن إن شاء الله تعالى مقطعين مقطع عبارة عن خلفية آهات صوتية ومقطع ثاني عبارة عن قصة ألقيتها بصوتي طيب الآن دخلنا على جديد داخل جديد سنجد جميع المقاطع هذا بختار الآن أول واحد لما أضغط عليه راح يشتغل لما أضغط جنبه هنا ناقص واحد لما أضغط على ناقص واحد خلاص راح يضيفه لنا بدون ما يشتغل لكن راح أشغله اشتغل طيب نضغط عليه لابد نضغط على الزر الجانبي قال لنا تم الاختيار واحد ممتاز طيب أبغى أحط عليه آهات معينة هذه خلاص الآن أصبح يش بجانبه اثنين وهكذا استطيع أضيف ثلاثة أربع خمس مقاطع ممكن ندمجهم كلها مع بعض كلهم مع بعض بس طبعا راح تشتغل كلها في وقت واحد يعني mix مش دمج أنه يشتغل المقطع الأول وينتهي وبعدين يشتغل الثاني لا كلها تشتغل في نفس الوقت إذن الآن أصبح عندي مقطعين صار عندي هنا تم الاختيار اثنين اللي هي الخلفية تم الاختيار واحد اللي هو إيش اللي هو الموقف طيب هو راح يعلمك راح يقول لك حسنا اثنين نضغط عليها حسنا يعني أوكي ممتاز الآن أصبح عندنا مقطعين مقطع الموقف هذا أو القصة هو مقطع الخلفية الآن أنا ما أحتاج أضيف صداء على مقطع الموقف أنا ما أحتاج أضيف صداء عندي المقطع جاهز ما يحتاج صداء أريد مباشرة في خلال أقل من دقيقة أني أوزن الصوت مع صوت الخلفية وأقوم بتصديرها طيب هذه صورت هذه نحتاجها هذه نحتاجها إن شاء الله في الأخير لابد حتى نتأكد من الترتيب لابد أننا ندخل عليها لكن راح الآن نبدأ طيب هذه أوكي لما ننتهي نهائيا نضغط عليها هذا المقطع الأول وهذا المقطع الثاني انتهى خلاص أصبح عندنا مقطعين المقطع الأول جاهز اللي هو الموقف ما نحتاج نضيف عليه صداء ما نحتاج نضيف عليه تأثير ما نضيف عليه أي شيء والمقطع الثاني عبارة على الخلفية أيضا جاهز فقط نريد أن نزل صوت الخلفية هذه طيب خلفية آهات هادية نحن نتعرف على على كل شيء في حال أردنا التعديل على أي من المقطعين لابد أن نقوم بالضغط عليه يعني خلفية آهات هادية خلفية آهات هادية تم لمختيار الآن هذه الخلفية تم لمختيار زر نضغط على هذا الزر مكتوب تم لمختيار زر حتى يتوقف الصوت حتى نستطيع أنه إيش؟ أن نعرف يعني نشرح عبر الفويسوفر ما يتداخل صوت الفويسوفر مع صوت الخلفية لما نبغى نرجع نشغلها نضغط هذا الزر تسعة علامة بالمئة طيب تسعة علامة بالمئة هذه يمكن يقصد فيها يعني كم راح من الخلفية هذه كم اشتغل منها طيب على كل حال الحجم من داخل الحجم نستطيع أنه إيش؟ نعدل الصوت صوت الخلفية طبعا هذه أمور كثيرة جدا ومتعمقة في التطبيق أنا ما بشرح إلا الحجم والتأثير التأثير هذا من داخلها الصدى وأنواع الصدى والصدى المتردد والأشرطة الخاصة فيه يعني ما شاء الله أشياء كثيرة جدا والأمور الباقية كلها أشياء شوية متعمقة داخل التطبيق وبعضها قد لا يعمل طيب أنا الآن راح أدخل على الحجم اللي هو من خلاله إيش؟ نخفض الصوت أيضا اشتغلت الخلفية طيب برضو تم الاختيار زر نزل الزر هذا طيب عندنا هنا فعله طبعا ما نقدر نفعله إلا لما نوزن الحجم هو راح يعطينا الحد الأعلى 100% عادة الخلفيات يا أخواني يا أخواتي تكون 40% 30% يعني على حسب قوتها أنا بحطها مثلا 30% ننزل طيب لما نبغى نشغل الصوت ممكن نضغط عليه أو نرجع للزر هذا نرجع للزر هذا وننزل الصوت لاحظ خليها 30% خلص نضغط على كلمة إيش؟ فعله طيب نوقف الخلفية طبعا إحنا أنا الآن لأنني أسجل عبر الميكسر لكن في أي وقت لما نضغط ضغطتين في وسط الشاشة راح يوقف الصوت لما يكون شغال بضغطتين في وسط الشاشة طيب نضغط على كلمة فعل يا سلام خلص الآن انتهينا من وزن الخلفية وحطيناها على كم؟ 20 أو 30% الموقف هذا يبقى زي ما هو 100% حتى ما دخلنا ولا لعبنا في إعداداته ولا أضفنا عليها أي صدى ولا أي شيء مثل ما هو الآن يتبقى علينا الخطوة الأخيرة نضغط على إيش؟ قبل أوكي نضغط على هذا الزر سورد راح يعطينا الترتيب خلفية آهات خلص جاهز ترتيب نضغط على فعل ثم يبقى لنا أوكي طبعا ملاحظة الصوت المقطع الأطول هو الذي سيبقى يعني الآن عندنا خلفية أربع دقائق ومقطع صوتي دقيقتين راح يكون المقطع النهائي أربع دقائق يعني إذا انتهى الصوت راح تبقى الخلفية شغالة إلى نهايتها لذلك يفضل يكون فيه توازن بين طول مقطع الصوت وطول الخلفية نفس الشي لما يكون مقطع الصوتي خمس دقائق والخلفية دقيقتين راح تنتهي الخلفية وما راح تعيد لا تنتهي ويبقى المقطع الصوتي شغال لوحدة حتى ينتهي نضغط على أوكي الآن راح يخلينا إيش يقول لنا تصدير الجودة طبعا افتراضيا ممتازة الجودة تم لمختيار جنرال لواء هو يحطها كذا يعني أن الجودة الآن طبيعية خسارة أقل نترك الخيارات الثانية طبعا خسارة أقل ترى يعطيك حجم أكبر لك لكن هو الآن مضبوط هذه ما نلعب فيها اسم الملف دائما يبدأ بـ 2-0 دائما يعني داخل بعدين إن شاء الله لما ندخل على أوديو إيديتر بعدما نعمل عدة أعمال عن طريق هذه المشاريع لما نشوف الملفات اللي فيها 2-0 نعرف أن هذا عمل من إنشائنا ممكن نضغط على اسم الملف ونغيره نحذف الاسم ونغيره وممكن أيضا بعدين ندخل على خيارات الملف إحنا قلنا جنب كل اسم مكتوبة إيش مور من داخلها نضغط على رينيم أو تغيير الاسم ونغير اسم الملف ممتاز نضغط على تصدير الآن رح يجبرنا على مشاهدة إعلان خلاص لأن هذه النسخة نسخة مجانية هذا هو الإعلان الآن طبعا هذا الإعلان الآن اشتغل بكل بساطة أول زر دائما خلاص يقول لي إغلاق الفيديو بعض الأحيان يجيب لي إغلاق الفيديو بعض الأحيان يجيب لي زر زر المزيد من المعلومات فنختار الزر الأول أو الزر اللي في الوسط بعض الأحيان يعطيني كلوز للإعلان بعض الأحيان يعطيني إغلاق الفيديو المهم بأي طريقة ممكن نتخطى إيش هذا الإعلان الإعلان طبعا في ملاحظة معينة في حال أبدا ما استطعنا تخطي الإعلان يمكن بعض الإعلانات تكون يعني معقدة وما نستطيع تخطيها ممكن نغلق التطبيق خلاص ونرجع نفتح التطبيق ما نبدل التطبيقات نغلق التطبيق نرجع نفتح من جديد ندخل عليه ونروح لآخر عنصر عندنا إيش هذا هو العنصر أدد ممكن نضغط عليه ما نضغط على جديد لا نضغط على مشروعنا مشروعنا ما رح يضيعه موجود هنا الآن هذا هو مشروعنا جاهز كيف نعرف أنه جاهز وأنه متكامل نرى أسماء المقاطع لداخل المشروع نرى أنها نفسها هذا هو متاز هذا هو المقطع الأول الحجم 100 يعني أن الصوت 100 يقصد راح يجينا الآن الخلفية ويقولنا الحجم 20 أو 30 خلفية آهات هادئة الحجم 30 ألم الثانية وأربعين ممتاز إذن كل شيء كامل فيه نرجع فقط نضغط على إيش مثل ما اتفقنا على هذه السورد بعدين نضغط على فعل بعدين نضغط على أوكي ورح يعطينا تصدير نضغط على تصدير الجودة وهذه ما نلعب فيها هي تكون جاهزة لما نضغط على تصدير راح يجينا أيضا إعلان إعلان جدا بيكون أبسط أكيد من الإعلان الأول قال لنا مزيد من المعلومات موجود هنا زر ومزيد من المعلومات نضغط مباشرة على الزر خلاص الآن ممتاز الآن أصبحنا وصدرنا الملف راح يجينا شارك الملف ناجح عطينا ناجح لما نضغط على شارك راح يقول لنا مثلا إرسل على الواتس أو إرسل على أي مكان طيب نبغى نسمع الملف على هذا الزر شوف أصبح الآن الآهات مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا شك أن كل موقف يمر علينا في هذه الحياة يكسبنا درس جديد نتعلم من خلاله ولا ندعي المثالية فنحن نحاول تطبيق ما تعلمناه من تلك الموقف نستطيع عمل باك خلاص رجوع نرجع على الصفحة الرئيسية لأواجهة التطبيق راح نجد هذا المقطع اللي هو مشروعنا أول مقطع هذا هو هذا هو يبدأ بـ 2-0 دائما نستطيع طبعا من هنا من مور نستطيع تغيير اسمه مثلا ونستطيع أيضا مشاركة من هنا من مور إلى أي مكان نريد طيب الآن راح نعمل عمل آخر وهو عمل إن شاء الله بسيط جدا راح نتقيد فيه بمقطع واحد ما نبغى إضافة خلفية لا نبغى نعمل مقطع واحد خلاص ورح نختار الصدى راح تذهلون حقيقة من أنواع الصدى الموجودة فيه أنواع جميلة جدا المقطع الأخير راح يكون شامل كامل لعمل صدى وعمل خلفية ومشاركتها إن شاء الله جميعا طيب الآن مثل ما اتفقنا نروح على الزر الأخير هذا هو نضغط عليه بعدين نختار جديد تاز ندخل على جديد بيقلنا اختر المقطع نختار نضغط على ناقص واحد وتزير تم الاختيار واحد ما نبغى نعمل مقطع ثاني خلفية هذه تلاوة ما ينفع إلا أنها تكون مقطع واحد فقط راح نضغط على حسنا ويقول لنا حسنا واحد لأنه مقطع واحد فقط ممتاز الآن جينا هذه الواجهة ما بيجينا لهذا المقطع الوحيد حقل النصي متجر اشتراك عالم فتح زر ثلاثة وثلاثين تم الاختيار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لنا تم الاختيار زر نضغط على الزر حتى نستطيعنا نتنقل الآن راح نتعرف على الصدى وأنواع الصدى هنا حنتفقنا الحجم قلنا ليش للصوت خلاص هذه عرفناها في المرة الأولى وراح نرجع لها إن شاء الله وهنا أمور كثيرة جدا وفيها تفاصيل لكن أنا راح أختار إيش تأثير أعوذ بالله من الشيطان أيضا نوقف المقطع الآن هذا التأثير فيه إيش فيه أمور كثيرة جدا أصلا غير الصدى طبعا الفكرة إيش الفكرة مثلا يعطيك الصدى بعدين يعطيك أنواع الصدى مثلا غرفة كبيرة حجرة صغيرة مسجد إلى آخره بعدين يعطيك شريط معين لقوة الصدى يكون دائما على مئة في المئة طبعا جدا مزعج من الأفضل يكون على عشرين في المئة ثلاثين في المئة حسب إيش نوع الصدى بعدين بيقول لك هل تريد صدى ترددي لما نضغط على صدى ترددي أيضا يجيك سحاب جنبه سحاب نقصد به إيش شريط بنسبة مئوية طبعا أيضا مستحيل يكون تسعين في المئة أو ثمانين في المئة رح يكون جدا تردد عالي وهكذا والأمور الباقية كثيرة جدا تشويه وما تشويه أمور أمور جدا كثيرة فنبدأ لما ننتهي من كل شيء نضغط على كلمة إيش فعل طبعا تنطبق على جميع الصوت يمكن احتمال تقدر تحط الصدى على شيء معين ما أدري هذه أمور شوية متعمقة تحتاج إلى دروس يعني أعمق النغمة هذه قد شرحناها في درس سابق طبعا كل جنب شيء يعطينا زر التبديل يعني إما أنها تشغيل إما أنها إيقاف هذه كلها إيقاف نترك هذه الأمور نختار صدى نضغط على تشغيل الصدى هذا نوع من أنواع الصدى الآن غرفة صغيرة أختار غرفة متوسطة تلاحظون الصوت بعدين غرفة كبيرة قاعة متوسطة قاعة كبيرة يعيد طبق حجرة متوسطة حجرة كبيرة حجرة كبيرة طبعا الآن الصدى هو عالي أصلا نروحنا نكمل هذه كاتدرائية يعني أو كنيسة غرفة كبيرة قاعة متوسطة قاعة كبيرة هذه كلها متكررة ولكن قاعة كبيرة بأنواع مختلفة المختلط المختلط اللي هو النوع كم حاط لي 80 ننقصه نلاحظة الآن الصوت أصبح جدا متوازن حطنا على 20% نرجع نجرم الله رحمن الله صامد لم يعد ولم يفلد غرفة كاتدرائية كاتدرائية يمكن هذا جدا موزون تم لمخط خجرة كبيرة تم لمخطيص خجرة كبيرة خجرة كبيرة خجرة كبيرة أنواع كثيرة جدا نشوف شو بعده تشوه أنا رح تجاوزها تشوه هذه تشوه رح تجاوزها بعدها بيجي صدى هذه كلها لا رح تردها تأخير اللي هو صدى ترددي لو نضغط تشغيل نشوف في هنا المدة خمسين في المية خمسين أربعين على ثلاثة عشرين علامة حطينا عشرين في المية على التأخير الله صامد لم يلد حطينا عشر في المية ولم يقل له كفوا أحد كذا صفر في المية يعني ما في أي صدى ترددي نحط مثلا مئة في المية نشوف كيف بسم الله الرجيم بسم الله الرحمن وهكذا طيب نعمل له قل الله أحد طبعا يعطينا المدة كم ثانية يعني مثلا عشر في المية ومثلا جزء من الثانية طيب رح أوقف الصدى الآن رح أوقف المقطع حتى نشرحها بدون صوت بلينار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن طيب أنا الآن وقفته بس حتى أعيد لكم بشكل ملخص حتى ما تلخبطهم معي أشرح الآن بشكل نظري الآن هذا الصدى ممتاز هذا الزر لو ضغطته هذا زر غير منطق لو ضغطته رح يشغل المقطع طيب أنا ما أبغي يشغل المقطع عندنا لما ننتهي لابد نضغط على كلمة فعل النغمة ما نبغاها هذه كلها ما نحتاجها الصدى الصدى الآن هو تشغيل خلاص عندنا أنواع كثيرة من الصدى أنواع كثيرة من الصدى حجرة صغيرة حجرة كبيرة غرفة كبيرة قاعة أيضا بعض الأمور طبق 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 صدى عالي غرفة كتدرائية أشياء كثيرة القاعات ممكن عندها ثلاث أنواع أربع أنواع منها وهكذا لما أنت من اختيار الصدى بعدين يجينا مختلط يعني كم تريد قوة هذا الصدى ونسبة هذا الصدى من الأفضل عشرين في المئة ثلاثة في المئة حسب ذوقك وحسب عملك بعدين يجينا التشوه تشوه هذا يعني الصوت شوية يكون مشوه بطريقة معينة إما أن تريد نوع هذا التشوه يعني التلفون يعني مثلا كأنك تكلم واحد أو راديو أو أنواع الصدى يعني جاهزة موجودة هنا كثيرة جدا الملتوية فونك زر نفس الشي بعدها المختلط المختلط يقصد به يعني قوة هذا التشوه نفس الشي ممكن نفس الشي حاط ثماني ممكن تنزلها إلى عشرين عشر في المئة بحسب ما ترغب فيه أخيرا عندنا تأخير الصدى يعني الصدى الترددي هو متوقف لما نشغله راح يجينا تأخير أو تردد في الصدى بحسب نوع الصدى تردد مثلا حطينا قاعة بيجينا تردد بالقاعة هذه وغير ذلك يعني التردد فقط نتحكم فيه بهذا السحاب أو المدة 30% طبعا هو يجي افتراضيا على ثمانين في المئة ممكن نحطه عشر في المئة عشرين في المئة يعني أنت تعرفون بعض الأنواع يعني ممكن نحتاج إلى تردد في الصدى يعني مثلا عناوين مثلا ممتاز نلقي مثلا عنوان معين ممكن نحتاج تردد في الصدى بعض التلاوات ممكن تردد في الصدى لكن خفيف فهو حاطلنا هنا ثمانية في المئة وحدة قاعدين نتحكم فيه بعد تردد الصدى أمور الباقي كثيرة جدا لما ننتهي من الصدى راح نعمل ايش فعل طبعا أنا راح أضبط على عشرين في المئة وعلى نوع الصدى كاتدرائية وراح أضبط على عشرين في المئة وما راح أحط أي تردد راح أخلي التردد موقع ايقاف وايضا التشوه ايقاف كلها ايقاف ممتاز وراح اختار كاتدرائية وبعدين ايش غير غير نوع راح أضغط على فعل ثلاث بعد فعل نضغط على اديت سورد هذه لازم نضغط عليها حتى يقبل معنا بعدين نضغط فعل مرة ثانية بعدين نضغط على اوكي بعدين ايش يجينا الجودة والتصدير جاهز نضغط خلص راح يجينا اعلان طبعا لابد اذا كان الاعلان يمكن تجاوزه اهلا وسهلا نتجاوز هذا الاعلان اذا لا يمكن تجاوزه نخرج من التطبيق عبر مبدل التطبيقات مثل ما اتفقنا نرجع ندخل على التطبيق ونرجع نضغط على ايش على هذا الزر الادد هذا البتن وبعدين نختار مشروع ما نختار مشروع جديد نختار مشروعنا هذا الاخير راح يقول لنا طبعا واحد سمعي لانه مقطع واحد فقط مش مقطعين وبعدين نضغط تصدير مرة اخرى ونستطيع مشاركة الملف طيب هذا الاعلان بإمكاننا تجاوز اعلان بسيط مزيد من المعلومات نضغط الزر خلص تجاوزنا الاعلان ناجح لما نضغط شارك ممكن نرسل على طول على الواتس ابع وعلى ادارة الملفات او اي تطبيق ممكن نضغط ايضا ناجح وبعدين اتفاق حق لنصي وبعدين ايش يكون حفظ وخروج خروج ضر حفظ وخروج طيب نختار حفظ وخروج مثلا خلاص وراح يكون اول مقطع لما نضغط عليه راح يشتغل لنا أو راح تشتغل لنا هذه التلاوة طيب نسمع عن الصدى هذا المختار كاتدرائية وقوته عشرين في المئة وبدون أي صدى تردد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد طيب الآن راح نختم إن شاء الله بالنموذج الأخير خلفية مع عمل بصداء وما راح أشغل لكم هذا العمل ولا هذه الخلفية إلا إن شاء الله في نهاية إن شاء الله هذا الشرح حتى تكون إن شاء الله ختاماً وتتويجاً لهذا الجهد وهذا العمل إن شاء الله البرنامج يعجبكم وتستفيدون منه طيب مثلاً الآن عندنا مقطع خلاص هذا المقطع أول واحد اللي هو مقطع تلاوة راح ندخل على مور راح ندخل على مور حتى نعرف إش داخلها أجرار غير منطوقة تصدير إلى ممكن نغير الصيغة هنا صيغة كثيرة جداً تصحيح عندنا تصحيح أعتقد فيها الأمور هذه المنتاجية من قص ونسخ وغير ذلك صندوق أدوات الصوت صندوق أدوات الصوت هذا أيضاً أضيف مؤخراً جميل جداً اللي قلت لكم داخل فصل الصوت عن الموسيقى لما نعمل لابد أن نعمل يعني له الداول لود وأيضاً إضافة بعض المحسنات إزالة الضوضة أمور كثيرة جداً أعادة تسمية وهنا إعادة تسمية هذه مهمة جداً لما نضغط عليها ونسمي الملف بالاسم الجديد هذا بدل ما يقولنا 20 مليون ولا 2 صفر وكذا وكذا وهنا مشاركة الملف وهنا تعيينك نغمة رانين مثل ما شرحنا في شرح سابق على إضافة النغمة وحذف للملف وإلغاء خلاص الآن رح نختم إن شاء الله بمثل ما اتفقنا في الشروحات الماضية ختام سريع جداً بدون تفاصيل يلا جاهزين؟ نبدأ بسم الله دخلنا على هذا العنصر اخترنا جديد رح نختار مقطعين هذه القصيدة قصيدة تخلي الحزن ما رح أشغلها رح أضغط على اللي جنبها خلاص أصبح الآن الاختيار الأول طيب رح أختار الأهات الشعرية أيضاً أضغط جنبها ناقص واحد يسيريش علامة الصح واثنين أطلع بفوق ألقى حسناً اثنان اثنان حسناً اثنان أضغط عليها الآن رح أضغط على القصيدة الحجم تم لمختيار تم لمختيار قصيدة تخيل الخزن أهات بلينار بلينار زر تم لمختيار خلاص وقفتها الآن رح أحط عليها صدى كيف أحط عليها صدى الحجم جاهز يعني الحجم يقصد به مثل ما اتفقنا قوة الصوت خلاص 100% رح أضغط على تأثير ولا تحزن رح أرجع أوقفها بعد كلمة نسخ وحد خلاص نشيل التحديد على الزر هذا دخلنا على تأثير نختار الصدى نضغط عليه تشغيل لما نضغط على تشغيل نختار نوع الصدى من هنا نختار نوع الصدى وبعدين نختار قوة الصدى نختار 80% ننزل الثمانين في المئة إلى النسبة اللي تعجبنا التشوه رح نستبعده تماما يصلح بس مهم في هذه الأعمال لو اخترنا على التشوه التشغيل بنلقى أشياء كثيرة طبعا هو لأن البرنامج معرب فيجيب لك بعض الألفاظ كذا مدري كيف جاه في أنواع من الصدى داخل التشوه بعدين نترك هذا مثل ماهو نعدل أيضا قوة الصدى لما يقولنا مختلط يعني قوة الصدى 80 تأخير تأخير الصدى لما نبغى عليه تأخير إيش؟ زر التبديل نضغط عليه تشغيل ونختار قوة التأخير 50 علامة بالمئة حاطنا هنا 50% ممكن نحطه 20 10 90 إلى آخره لما ننتهي من الأمور هذه نضغط على كلمة فعله طيب فعله خلص قصيدة خلال حق نروح على الآهات الشعرية تم لمختيار قالنا تم الاختيار زر وقفنا التحديد عليها طبعا أنا أعطيكم الآن بسرعة يعني بشكل سريع إيش بيصير؟ الآهات هذه هل نحتاج عليها صدى؟ لا هل نحتاج عليها تعديل معين؟ لا لو نحتاج نعمل فيها مثل ما عملنا في سابقها لكن غالبا الآهات نحتاج أن ننقص صوتها فقط لذلك ما نختار تأثير ولا نختار الأمور هذه نختار إيش؟ 5 علامة 0 الحجم الحجم نضغط على الحجم 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 وقف المؤثر طبعا إحنا المفروض ما نوقف المؤثر حتى نعرف كيف نوزن لكن أنا الآن لأني قاعدة اشرح لكم وما أبغى صوتي تداخل مع صوت الناطق 7 علامة بالماء 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 بعدين نضغط على فعل والآن انتهينا من تضبيط القصيدة وأيضاً تضبيط المؤثرات طبعاً لما نوقف على مثلاً القصيدة راح يقولنا القصيدة وحاط عليها صدر راح يعطينا الملخص كامل وراح يقولنا هنا مثلاً آهات شعرية كذا كذا المقطع الثاني بيقولنا أن الحجم مثلاً 30% أو 20% يعني أني أنا نقصت الصوت الحجم يقصد بالصوت مثل متفقنا بعدين نضغط على هذه وبعدين نضغط على فعل مرة أخرى وبعدين نضغط على أوكي ويجينا التصدير ونكمل مثل ما اتفقنا في النموذجين السابقين طيب أعتذر منكم والله على الإطالة البرنامج جميل وبسيط إن شاء الله الآن استودعكم الله وراح إن شاء الله شغلكم هذا النموذج الأخير أو جزء منه حتى تعرفوا كيف أصبح بعد التعديل شكراً جزيلاً لكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تحزن تحزن على أرضك إذا صار الوطن منفاك تمسك باخر ترابة إلي نترابة يشيلك ولا تحزن على اسمك ولا شكلك ولا من شاك تفاصيلك تكون أحيان ما تحمل تفاصيلك ترجمة نانسي قنقر